السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد نبدوه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من تدبر كتابه والعمل بما فيه اللهم مين لازلنا مع هذه التأملات في سورة يوسف ولازلنا مع هذه الابتلاءات التي تعرض لها النبي الله يوسف عليه السلام وقلنا في أكثر من مرة أن المؤمن إذا تعرض للابتلاء عليه أن ينظر في ما تعرض له الأنبياء فإذا كان النبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يشتد عليه البلاء بمكة قال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر فكان يتأسى صلى الله عليه وسلم ويقتدي بمن سبقه من الأنبياء والمرسلين وكذلك أنزل الله عز وجل عليه هذه السورة لكي يتعذ صلى الله عليه وسلم ولكي يعني يقتدي بمن سبقه من الأنبياء فهذا يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم يخرج من محنة ليدخل في محنة أخرى حتى مكن الله عز وجل له بعد ذلك فاليوم إن شاء الله مع قوله تبارك وتعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إلى آخر الآيات من هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل ليذكرنا بها في كتابه العظيم يقول الشيخ حفظه الله مجتمع الطبقة المطرفة له افتماماته المعروفة يعني مر معنى كيف أن هذه المرأة امرأة العزيز كيف راودت يوسف عليه السلام عن نفسه مع أنها هي المرأة الكريمة زوجة العزيز إلا أنها تنظل لرجل من الخدم عندها وهو يوسف عليه السلام في دور أبنائها سن أبنائها ومع ذلك نظرت إليه وتمنته لنفسها وليس هذا فقط بل وراودته عن نفسه وكيف إن هذا المجتمع يعني متعلق بالشهوات مجتمع المطرفين هؤلاء الآن مقطع آخر يذكر لنا كيف يعيش هذا المجتمع مجتمع الطبقة المطرفة له اهتماماته المعروفة من تتبع أخبار النساء وخاصة زوجات الكبراء والأمراء وقصص الحب والعشق في مركز هذه الاهتمامات يعني لما يمعدوا مع بعض الستد هؤلاء اللي بيعملوا إيه بيحكوا في إيه يحكوا فلانا آلت وفلانا عادت وفلانا جات وفلانا مشيت هو أغلب شغلهم كده كلما كان الناس يعني في طبقة الفقراء غالبا لا تشغلهم هذه الاهتمامات كلما كانوا في الطبقات المطرفة كلما لا ينشغلون كثيرا بطلب المعاش بل أغلب اهتماماتهم في هذه الأمور المتعلقة بالدنيا ممكن بقى فلانا جابت إيه فلانا شكلها إيه فلانا لبست إيه النهاردة فلانا كذا هذه يعني غالبا جلسات النساء في هذه المجتمعات يقولوا الأخبار في هذا المجال تنتشر انتشار النار في الهشيم هم عرفوا منين إنها روادت يوسف سبحان الله أول ما واحدة تسمع حاجة تبدأ تكلم شفتي فلانا دي عملت كذا مع يوسف شفتي فلانا عملت كذا فانتقل الكلام وانتشر يقول وكلام النساء في مجالسهن وعن بعضهن كثير وهن يتنافسن في فطح بعضهن اللهم استعم بيتنافسوا في فطح بعض ومنه طبعا دي مرأة العزيز شفتي إزاي مرأة العزيز تتكلم وتفعل مع يوسف يقول والغيبة والنميمة من الخصائص المعهودة المتكررة لمثل هذه المجتمعات والأسف موجودة كثير جدا في النساء يعودوا مع بعض يتكلموا فلانا عملت وفلانا سوت وفلانا كذا فلانا اتجوزت فلانا زوجها اتجوز عليها وبيجي بقى ان هما اهل الخير والصلاح ويروحوا جايين يروحوا لزوجته ويقولوا لها شفت انت سكتت ازاي ده زوجك اتجوز عليك ما شاء الله اهل الخير والصلاح والفلاح ينشرون هذا الكلام كأنهو ده ايه ده معروف بتسديه فلانا دي تسمع الكلام ويتخرب بتا وهم اه عشان ما ينفعش يتجوز عليها او فلانا تسمع وتسكت ازاي تسكت ازاي شفت فلانا دي ما عنده هاش دم هو الكلام بيسير في هذه الطرقات بهذه الطريقة هو ده نفس الامر يتعجب المر الشيخ بيقول يتعجب المر من وحدة السمات لهذه الطبقات الاجتماعية يعني رغم تباعد الازمنة وتفاوت مظاهر الحياة تفاوتا هائلا يعني شوف دول اجتمعوا في نفس الكلام وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين هو ده ده مجتمع النساء دي طيب الكلام ده كان امتى الكلام ده كان قبل الميلاد الله اعلم بقى الف الفين سنة الان احنا بعد الميلاد بقى الفين سنة ويه يعني فات تقريبا اربعة تلاف سنة من اربعة تلاف سنة وهم ليهم نفس الاهتمامات وهم بيتفكروا بنفس الطريقة وهم بيتكلموا بنفس الطريقة كأن هذا مجتمع يعني سبحان الله لشان كده الشيخ نبولي اتعجب المرء من وحدة السمات لهذه الطبقات الاجتماعية رغم تباعد الازمنة وتفاوت مظاهر الحياة تفاوتا هائلا ومع ذلك تجد القرآن كأنه يصف مجتمعا من مجتمعاتنا اليوم سبحان الله اه ممكن هما دلوقتي بيتكلموا على جروبات الواتس لكن قبل كده كانوا بيعودوا مع بعض اه ماشي كان قبل كده لما واحدة تحس تتكلم على واحدة تروحت لفلانة وتلوقتي ممكن تبعث لها رسالة هي نفس اللي في الاخر نفس المنتج يقول التي تدندن حول نوع معين من الحب واذا اطلق الحب فهم لا يعرفون غيره يعني اغلب النساء يتكلم عن الحب يقول لك الحب هي سلامة الحب وهم يتكلم عن الحب بين الرجل والمرأة فيش بقى حب الله وحب في الله وحب الصالحين فيش مثلا حب العلم حب الخير والفلاح لا وغالبا اذا ذكر الحب في هذه المجتمعات غالبا ما يقصد به الحب الذي بين الرجل المرأة يقول وهو حب الرجل للمرأة والمرأة للرجل وغالبا ما يكون المقصود هو الحب المحرم بغير رابطة الزوجية يعني ما يجيوش يتكلم وقول لك شفته فلان بيحبه فلانة وهو زوجها لا لا دي زوجته خلاص ما نتكلمش احنا عن الحب اللي بينه لا لكن لو فهم حبه محرم والناس فعلا بتتساهل فعلا يقول لك وفلان دخد واحدة عن حب وتجوز عن حب وانت تجوزت يعني قصة حب ولا تجوزت صالونات صالونات يعني ايه صالونات يعني يعني ده كده حاجة وحشة لكن قصة حب بقى يعني في علاقة بينها وبين هذا المحبوب قبل ان تتزوج حاجة محرمة يعني لكنه عندهم صار هذا المحرم كأنه هو الاصل صار هذا المحرم كأنه هو الطبيعي للمفروض يمشي والحلال لا الحلال ما بتتكلموش عليه حلال اللي هو انه هو يتزوجه وبعد كده حبه لا الكلام ده غير موجود عندهم يقول فلو سألك سائل اليوم في مجتمعاتنا عن رأيك في الحب مثلا او عن حكمه لعلمت قطعا انه انما يتكلم عن هذا الحب فتجد اهتمامات هذه الطبقة طبقة زوجات الامراء والكبراء واحدة والاسف الان الموضوع ده نزل حتى لطبقات الفقراء حتى لطبقات عموم الناس يعني ان الانترنت خلى المجتمع كأنه قرية صغيرة قرية صغيرة يعني البنت اللي هي عيشة في مجتمع فقير هي بتفكر في اللبس والموضة والمكياج والتقليعات الجديدة والموبايل الجديد زي الاغنياء ما يفكرون اه اي نعم من مصاريف بتختلف جدا 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 شفت مثلا يقولك اه قصدي مثلا انا بابي بيديني مثلا اولاد وبنات شفتهم يقولك مثلا بيديني مصروف مثلا تلت تلاف في اليوم او كذا في اليوم وفي ناس تانية تلت تلاف دول بيقضهم الشهر عادي جدا لكن هو مش ده المقصود المقصود ان هو برضو بيفكره نفس الطريقة هي بتبص على الموضة والحاجات دي على التليفونات زي التانية ما بتبص عليه وبالدور عليه نفس الامر فكذلك لو يعني الحب اذا ذكر عند هؤلاء الان ايضا يخصد بالحب العلاقة بين الرجل والمرأة وغالبا العلاقة بين الرجل والمرأة في غير اطار الزواج لما يتجوزهم يقولون فلان بيحبه واحد يقولون فلان دي مرأة فلان او زوجة فلان يقول فنجد اهتمامات هذه الطبقة طبقة زوجات الامرأة والكبراء واحدة كأنها من لوازم الحياة بهذه الطريقة المطرفة وهذا الحب عندهم عصب حياتهم واسمى مشاعرهم يقول لك حب ده احلى حاجة حب ده اجمل حاجة يقول لك انا ما عرفش عيش من غير الحب لا والله بنعرف نعيش عادي جدا كأن المسألة ده ايه يعني هو ده الاصل لا ما يشوفيه في مواده ورحمة جعلها الله عز وجل المواده والرحمة ده اعظم من الحب الاف المرات لان احنا بنشوف القصص الحب يحبها وبعد كده يتجوز غيرها او يظلمها او يضربها لكن في مواده ورحمة تمنع من كل ذلك سبحان الله العظيم شوف الوصف القرآني وشوف حال هؤلاء والله مستعان يقول حق لهم ان يكون كذلك فان مشاعرهم في الحضيد الاسفل فكرواش غير في الشهوات وانحرافات الاحاسيس والسلوك وامراض القلوب والنفوس عندهم هي اعظم انتشارة فيكون هذا الحب المنحط في الحقيقة هو الاسمى لدى القلوب المريضة او الميتة والعياذ بالله وسبحان الله كل مكان القلب معلق بالله اكتر كل مكان خارج من قلب يدامه كل ما نجد تعظيم الرجل للمرأة وتعظيم المرأة لزوجها كل ما كان علاقتهم بالله اشد كل ما نجد فيه احترام متبادل بين الاثنين ان هي بتحبه وبتحترمه وبتقدره وما بتتكلبش عليه من وراء كل ده لا نجده الا اذا كان المجتمع ملتزما يقول فأي قلوب لم تذق حب الله وحب عبادته والتقرب منه فصارت حاجات الجسد هي الحياة والهوى هو الاله المعبود قال عز وجل أرأيت من اتخذ اله هو هوى أفأنت تكون عليه وكيلا يقول واللذة الجنسية عندهم مقدمة على كل اللذات يقول ونقل طرفك في مجتمعات الغرب والشرق تأمل المجتمعات دي ودي 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 هل عندهم فروق ولا كلها حاجة وحدة يقول لتجد هذه الحقيقة المرة التي يحيى بها الناس من أجل نصفهم الأسفل البطون والفروج البطون والفروج وتحرم الأرواح بالكلية من قوتها وغذائها حتى تموت بلا شك إن غذاء القلوب الإيمان أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا هو الغذاء في الحقيقة اللي المفترض المسلم يجتهد إنه يصل إليه وتزوده فإن خير الزاد التقوى يقول والذي ينبغي إذا أطلقت كلمة الحب أن تنصرف إليه الأذهان والأفئدة بيقول وتحرم الأرواح بالكلية من قوتها وغذائها حتى تموت وتخرج من الدنيا ولم تذوق حقيقة الحب الذي خلقت لأجله الذي ينبغي إذا أطلقت كلمة الحب أن تنصرف إليه والأفئدة أن تنصرف إليه الأذهان والأفئدة مباشرة ألا وهو حب الله سبحانه والحب فيه ولأجله ولا شك أن الحبين لا يجتمعان أني حبين لا يجتمعون اللي هو الحب المعصية مع حب الله ورسوله والله لا يجتمعان لا شك أن الحبين لا يجتمعان أعني حب الله والحب المحرم فإذا وجد أحدهما طرد الآخر للأسف فالتساهل في الحرام بلا شك يذهب حب الله ورسوله من القلب وذلك القلب إذا وجد في نفسه حياة تعلق بالله تبارك وتعالى ونقول عن هذا الحب حب محرم لأنه مرتبط دائما بتجاوز الحدود الشرعية يعني مثلا مش واحد أعجب بوحدة أو نظر إليها فتعلق قلبه بها رح خطبها وتجوزها لا غالبا ما يكون الأمر فيه كلام فسلام فغير ذلك يقول فلا يحصل بدون رابطة الزوجية إلا بالنظر المحرم وهو المتكرر المتتابع ولو اكتفى بالنظرة الأولى وصرف الفكرة والخواطر عما نظر إليه لما وقع في شرك الهشق ابن القيم رحمه الله الكتاب الداء والدواء بتكلم عن هذه الجزئية شرك الهشق إزاي النساء ممكن فعلا يقع في العشق الذي يذهب قلبه والله في ناس بتموت بأجل ذلك بسي نسمع فلان عايز جوز واحدة وبعدين أهلها رفضوا انتحر أو هي انتحرت هو ده ليه لأنه ما فيش القلب خوي من الإيمان القلب لا ينظر إلى الله عز وجل القلب لا يتعلق بالآخرة التي فيها النجاح في الدنيا والآخرة لا القلب متعلق بالشهوة في الدنيا فيهيئ ليه إلى أنه لا حياة بغير هذا الأمر والله مستعين وعلى فكرة ده احنا الهشاشة النفسية دي من أعظم الأشياء اللي ممكن تبتلع بها المجتمعات لا سيما البنات البنات في سن الصغير العدادة يستنعوا عندها موضوع الهشاشة النفسية ضعيفة جدا يعني قديما كان البنت ممكن مثلا تتبهدل وكده وعندها صبر لكن دلوقتي لا حاجة بسيطة تلاقيها مثلا متنكدة أو بتعيط أو بتسرخ تسألة في ايه قصد فلانا ما سلمتش عليها أو فلانا سلمت على فلانا ما سلمتش عليها ممكن تبع حاجة هيفة جدا لكن هي عندها مش هيفة هشاشة النفسية دي هو ده اللي بيخلي حالة الانتحار تزيد والله مستعين يقول ولو اكتفى بالنظرة الأولى وصرف الفكرة والخواطر عما نظر إليه لما وقع في شراك العشق ثم هو لابد أن يرتبط بمحاولة الحصول على الشهوة بأي طريق وهو الحب المحرم ويعجز صاحبه عن إيقافه عند حد فيحصل زين القلب بالتمني والخواطر المستحضرة في أوقات الخلوة اللهم مستعين الإنسان لما بيسيب نفسه غالبا ما يقع في المحرم يسيب نفسه يعني ايه هو يشافه واحدة يفضل يتخيلها هو ده لو هو من الأول صرف قلبه إن شاء الله ربنا هيشفي قلبه لكن هو ما صرفش قلبه هو بدأ يتعلق زيادة بدأ يفكر فيها زيادة زيادة الخواطر دي هتخلي القلب يقع في هذا الأمر والعياذ بالله وممكن بقى يتخيل شكلها يبقى ده زين النظر وعند كده الشيخ يقول ايه وزين اللسان بالكلام وزين العين بالنظر وزين الأذن بالسمع وزين اليد باللمس وزين الرجل بالمش وزين الفم بالقبل ويبقى تصديق الفرج أو تكذيبه بالفعل والترك اللهم مستعان لحظوا إن هي كما قال الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين هي فعلا خطوات يبدأ الأول زي يقولوا كده نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء فكذا فكذا نفس الكلام هي دي الأمور اللي شرع زكرها إن في زين القلب قلبي بتمنى وفي زين اللسان هيتكلم اللسان الآن واللسان اللي بتكلم تلاقي تزين بقى في الكلام تجميل في الكلام ترخيم من النساء بالصوت ترخيمة لنها تحاول ترقق صوتها عشان متبنشي كالنسة راجل وزين العين بالنظر وزين الأذن بالسمع وزين اليد باللمس وزين الرجل بالمشي وزين الفم بالقبل قال ويبقى تصديق الفرج أو تكذيبه بالفعل والطرق في الآخر غالبا لو ميشي بنفس الطريق ده غالبا ما يصل للزنا والفرج يصدق ذلك أو يكذبه الفرج غالبا ما يقع في الزنا والعادة بالله يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة يعني ممكن واحد حاجة بسيط واحد زيادة شوية واحد زيادة كتير واحد زيادة أكتر واحد بيقع في الزنا الأكبر الذي هو كبيرة من الكبار ولا ياذب الله يقول فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع خلينا أقول كده العينان زناهما النظر والنظر ده بداية الشرك بداية المصيبة بداية الوقوع وبعد كده الأذنان زناهما الاستماع يبدأ يسمع الصوت يتعول عليه واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش اللمس والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى اشكالية كبيرة جدا اللي هو يبدأ القلب يفكر يبدأ القلب يجول وفي ناس اصلا يعني مثلا اسئلة بتارد علينا واحدة مثلا شافت حد فتعلقت بيتضل بقى حياتها ويجي لها يرسل وترفض وكذا او واحد شاف واحدة فضل متعلق بيها رح طبها رفضوا يفضل هي تتجوز وكذا هو لسه متعلق بها فعلا مرض والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه يقول وهذا الحب الذي تمكن من القلب شغل على الانسان حياته كلها فاصبح لا يعرف لها معنى يقول لك انا مش حاسس بطعم اي حاجة مش بنسمع الكلام ده بنسمع الكلام طبعا بنسمعه ومع وجود بالالاغاني والمسلسلات والافلام بيعيش الناس في الوهم او الله فعلا بيعيشون في الوهم ولا يدرك لها غاية الا بنيل الشهوة من المحبوب يعني يفضل في نكد لا يشعر بحياه الا بقرب محبوبه فتضيع ربودية الله عز وجل او صلي وقف بين يدي الله عز وجل في ثلث الليل الاخر وقلبه متعلق بالمحبوب حاجة فعلا والله اللهم مستعان فاصبح لا يعرف لها معنى ولا يدرك لها غاية الا بنيل الشهوة من المحبوب فتضيع عبودية الله بل لو كان العشق بين رجل وامرأة في الحلال قد تجاوز الحد حتى تعلق القلب بها او به يعني حتى الشيخ هنا بقول انه ممكن يبقى واحد زوج امرأة ويقع في العشق المحرم العشق المحرم ده ان قلبه لا يطمئن الا بقربها يجي صلي هو يفكر فيها نعوذ بالله ده انت مفترض لما تقب بينها اشد الحب حب الله حب رسوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله رسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود الى الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يقذى في النار فمفرود حبك لله اعظم من اي حب اخر كلما تعلق قلبك بالدنيا كلما ضعف حب الله تبارك وتعالى والله مستعان عشان كده الله جاد يقول ومن الناس من يتخذ من مدون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب والشاهد والذين امنوا اشد حبا لله حبهم لله جعلهم يتركوا المعصية حبهم لله جعلهم يقدموا محبتها وعلى محبة كل محبوب فلا يعصون الله لاجل محبوب في الدنيا يقول وقد تجاوز الحد حتى تعلق القلب بها وبه حتى يكون اشد حبا من حب الله ولكن حتى يكون اشد حبا من حب الله لكان حبا محرما يعني لو واحد بيحب امراته حتى انها اصارت عليه وصار لا يفكر الا فيها بحيث انه اصلا ينشغل بها حتى في عبادته يصير حبا محرما يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليهم ما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا الله وان يكره ان يعود الى الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يقضى في النار يقول وقال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين كأن المعنى لا ينبغي ان يكون شيء احب اليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله اي شيء قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن وترضونها كل دي الاشياء احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره عشان كده كان سهل جدا على الصحابة ان هم يتركوا ابناؤهم وزوجاتهم يخرجوا يجهدوا في سبيل الله ما كانش واحد منهم بيمتنع لاجل يقولك الزوجة والاولاد ازاي تسيبهم لوحدهم وقلبك ازاي جالك قلب تسيبهم لوحدهم شهر وكذا عشان تخرج تجاهد لا هو عنده الجهاد اهم شيء عنده نصر الدين الله لانه عنده جعل الحب حبا واحدا حب الله ورسوله فوالذين امنوا فلا يقدم شيء على ما يحبه الله عز وجل فعلا دي ازمة اللي بيقدم الدعوة على كل شيء الدعوة ده جهاد الان لنصر الدين الله عز وجل تتقدم الدعوة على كل شيء وهنا تجد البركة في نفسك وفي ولدك وفي اهلك يقول فكيف اذا كان حبا من غير نكاح يعني الشيخ بيقولنا لو كان حب الازواج والابناء اعظم من حب الله ورسوله صار حبا محرمة فكيف لو كان حب بغير نكاح وده الاغلب الاغعم يعني الوقت المجتمع الغربي عنده ان العلاقة المحرمة او العلاقة اللي هي بدون زواج طالما عن حب يبقى دي علاقة مشروعة وعنده لو واحد زوجته اللي هو متجوزها مثلا اكرهها على الجماع يبقى دي علاقة محرمة عندهم كده وكتير جدا ممن ينتسب الاسلام بيقول نفس الكلام يقول ولا شك ان النكاح الحلال في هذه الحالة هو افضل وسائل العلاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم نرى للمتحاب بين مثل النكاح عشان كده منقول لو واحد وحدة عجبته او كده الاصل انه يروح يتجوزها مباشرة او واحدة في حد مثلا لفت نظارها وهو متعلق بها جدا او هي متعلقة بيه جدا تبعط له بقى تخلي حد يكلمه يروح يتقدم لها لكن تظل متعلقة بيه ممكن تفسد دنياها واخرتها عشان كده منقول قال صلى الله عليه وسلم لم نرى للمتحاب بيني مثل النكاح يعني الزواج يقول ولكن لابد من تقويم المشاعر وتصحيح احوال القلوب حتى لا تتعطل بسبب هذا الحب عن اعظم ما خلقت من اجله واعظم ما تتنعم به وهو حب الله عز وجل والمؤمن الحق متوازن في مشاعره انتم عارفين دي زي ايه ييجي مثلا ايام الاعتكاف ييجي تقول له انت تسيبني الوحدي انا راح اعتكاف لا تسيبني الوحدي وتبضل تيجي على الوتر ده ليه عشان يترك الاعتكاف ليه عشان هو يقدم حبها انا راح اخلو بربي اعظم ربي جل وعلا وكذا في سائر العبادات المؤمن يقدم ما يحبه الله عز وجل ولا ينبغي ان يتعلق بالدنيا كل هذا التعلق حتى انه لا يستطيع ان يعيش بدون الدنيا والله مستعان يقول والله مستعان والمؤمن الحق متوازن في مشاعره يعني انه يحب زوجته ويعظمها ويحترمها ويقدرها وكل ده ما فيش مشكلة لكن لا يبنعه ذلك من طاعة الله لا يجعله يقدم حبها على حب الله ورسوله والعمل الصالح والايمان يقول والمؤمن الحق متوازن في مشاعره ليس جافا غليظ القلب لا يعرف الودة والرحمة لا يجعله لا يجعله يجعله في سكر في سكر والنوع الثاني عنده جفاء غلظة وما فكرش في مشاعرها ولا احتياجاتها دول اتنين غلط المؤمن وصد بين هذا وودة ورحمة يقول ولكنه متوازن الاحاسيس يحقق قول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وخلق لكم من أنفسكم سبحان الله كأنها يعني مش أي حد دي منك ومع ذي تسكنوا إليها سكن وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والمودة والرحمة اللي بتيجي إمتى تتيجي بعد الزواج مش بقى يقول لك أصلا مش متجوزة عن حب أو هي مش متجوزة عن حب الكلام ده عن تجربة من أكتر الأشياء اللي بتفسد البيوت لا هو يتزوج الفطرة بقى السليمة أنه ما فيش اختلاط محرم من الأول فهو يتزوج وحدة الأول يتزوج يبدأ يحبها وهي كذلك يقول ويملأ قلبه حب إلهه ومولاه ومولاه الحق سبحانه وبحمده كما قال تعالى والذين أمنوا أشد حبا لله فلا يغلب على قلبه حب لا يستغني عنه لحظة ولا طرفة عين إلا حب ربه وإلهه ومعبود يعني الحب الذي يغلب قلبه حب الله وبالتالي لا يقارن أصلا بين حب الله وبين حب غيره يقول ولا يقع في الحب المحرم الذي يؤدي إلى ترك الواجب أو فعل الحرام وقد يصل هذا الحب المحرم أحيانا إلى الكفر والعياذ بالله شفنا حد كده بتسجد لزوجها أو هو بيسجد لوحدة والعياذ بالله شفنا كده قدامنا والعياذ بالله يسجد لغير الله يكفر بالله عز وجل لأجل امرأة نعوذ بالله كذلك الشهوات إذا تمكنت من القلوب يقول إذا أدى إلى أن يبيع دينه وإيمانه من أجله من أجل هذا الحب فهذا عبد الهوى فمن أحب مخلوقا بحيث لو أمره بالكفر لكفر كان حبه شركيا مخرجا له عن الملة ولو كان بحيث لو أمره بالمعصية العصى كان حبا محرما وإن كان لأهله وزوجته أو زوجها من غير أن يشغله أو يغلب على قلبي يعني يقول لو حتى حب الزكت ولو أمرته معصية عصى بحبه محرم مفروض ما يوصلش معه للدرجة دي يقول أو يبعده عن حب ربه وطاعته كان حبا مباحة وربما صار عبادة بالنية الصالحة من طلب العفة والإعفاف للغير وغير ذلك من النيات الصالحة يعني يقول إن الحب الرجل المرأة ده ممكن يبقى عبادة لله آه ممكن يبقى عبادة لله لو نوى فيها نوية صالحة منها إنه يعف نفسه ويعفها وإنه هو يحتويها وإنه هو يكرمها وإنه هو يؤدي وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيها استوصب النساء خيرا وهي نفسها حبها لذلك يمكن يبقى عبادة لله لو كان الحب ده أولا لا يؤدي بها إلى فعل محرم الحب ده يعني يجعلها تحترمه وتقدره وتعظمه كما أمر الله تبارك وتعالى يبقى كل ده المفترض أن هي تعمل يكون عبادة اللي هي بتعمل ده عبادة إمتى لو لم يجعلها هذا الحب تعصي الله تبارك وتعالى الشيخ بيقوله المقصود أن النسوة في المجتمع المصر القديم قد تحدثنا كثيرا في مجالس الغيبة والنميمة والفسوق والعصيان فيما يسبه ما تصنعه مجلات الفن والفنانات وملتقيات في زماننا طبعا ده كان الشيخ بتكلم كان ده من قول من 25 سنة ولا حوال 20 سنة الآن الموضوع ده لا ده المنتدات الفيس والواتس والمجموعات والرسائل والشات والحاجات لا عالتيك توك الموضوع زاد عن كده بقى بس مباشر ديجي تحكي بس مباشر يقول تحدثنا عن حب امرأة العزيز لفتاها ومراودتها له عن نفسه ووصفهن حبها بانه قد بلغ شغاف القلب قد شغافها حبا والشغاف هو الغلاف الذي على القلب ويقصد بهذا اللفظ شدة المحبة المتخللة للقلب وجزمت النسوة بانها في ضلال مبين يعني هم عارفين ان ده غلط عارفين والله ان ده غلط هم مع ذلك عملوه يقول وما ذاك عندهن لان هذا الحب مذموم عندهن بل كلهن يبحثن عنه ويطلبنه ولكن المشكلة لديهن في التفاوت الاجتماعي ازاي اصلا تحب واحد خدم عندها هو دي المشكلة عندها مش المشكلة ان هي عملت كده المشكلة ان هي خادت واحد كان خدم عندها يقول فهي تراود فتاها اي عبدها فلو كان المراودة لرجل كبير في القوم يعني مثلا رئيس الحرس ولا كده او ممكن اه لا ييجي منه لكن ده واحد لسه خادم عندها ازاي تراوده يقول لكان امرا عاديا مقبولا عند هذه النوعية فالضلال الواضح عندهن انها تراود فتاها الذي لا يتناسب مع الوضع الاجتماعي طبعا ما شفوش يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا سلم ولأجل ذلك المرأة دي كادت لهن وجمعتهن على هذا على هذه المكيدة واخرجت عليهن يوسف يقول الذي لا يتناسب مع الوضع الاجتماعي له ان تقع منها هذه المراودة ازاي تراود فتاها اللي هو الخدم بتاعها والذي يظهر ان كلام النسوة انما كان كيدا ومكرا يريدنا التوصل به الى رؤية هذا الفتى العبراني فائق الجمال كما قال ابن اسحاق رحمه الله يعني هم كانوا بيعملوا كده ليه ليه قالوا الكلام ده وليه نشروا الكلام ده نشروا الكلام ده عشان هم عايزين يشوفوا مين الفتى اللي امرأت العزيزة عامت معاكد كيان المقصود انه هم مش انه هم بينكروا عليها لا هم مش بينكروا عليها هم عايزينها تسمع ويصلها الكلام عشان تخليهم يشوفوا الفتى الامين عشان كده هنا بيقول اللهم استعان بيقول قال ابن اسحاق قال ابن اسحاق رحمه الله بلغهن حسن يوسف فاحببن ان يرينه فقلن ذلك ليتوصل الى رؤيته ومشاهدته سبحان الله يعني هم عملوا العملية ده كلها واتكلموا الكلام ده عشان الكلام يوصل لمرأة العزيز ولما يوصل لمرأة العزيز تبدأ ايه لو هم بيقول عليها كده عشان ما شافوهوش ده انا ها وره هلوم قال فهن يظهرن تضليل امرأة العزيز في حبها ليوسف للتفاوت الاجتماعي ويضمرن تمني رؤية يوسف عليه السلام لان حاجة الجسد في الحقيقة لا تعرف هذه الفروق الطبقية والفواصل الاجتماعية وليس عندهن من نور الإيمان والبصيرة وبصيرة التقوى ما يحجزهن عن تمني الحرامة ولا فعله بدليل انهن كلهن صار لهن كيد بيوسف عليه السلام بعد رؤيته يعني هم كلهم لما شافوا يوسف بعد كده زي في الآية اللي بعد كده عملوا ايه قطعنا ايديهن هم كلهم تمنوا ان يوسف دايب افتعهم هم يقول بل ومراودة صريحة كما قال تعالى عن الملك في آخر الأمر قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه يبقى المراودة بعد كده لما شافوه بقت مراودة جماعية منهم كلهم وسبحان الله واحد يتأمل ما استحوش من بعض لا ما استحوش من بعض ان هم عملوا كده قدام بعض خلاص ده هم هم ما عندهمش اي مشكلة في الموضوع ده والمناسبة الموضوع ده ان الناس النساء بتتسهل مع بعضها في انها ترى المحرم او يرين عورات بعض او يتكلموا مع بعض عن العورات الموضوع ده عند النساء بتسهل فيه جدا نفس طريقة اللي عملوها اولاء يقول فهو صريح في اشتراكهن في المراودة ما خطبكن إذا راوتتن يوسف عن نفسه وقال يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن يبقى إليهن لأنهم كلهم كانوا بيرودوه فلم يععد كيد امرأة العزيز وحدها بل كيدهن ولم يععد المطلوب أن يميل إلى امرأة العزيز وحدها بل أن يصبوا إليهن جميع يا رب سلم يا الواحد كان يقول تأمن شو بقى امرأة العزيز عملت ايه وهي سيدنا يوسف ربنا نجاه الحمد لله رب العالمين وبعدين وراودته التي هو في بيتي عن نفسه وغلقت الأبواء كل ده يا سبحان الله اللي نجى سيدنا يوسف لا ده بعد كده ده كل النساء راودنه عن نفسه والله فعلا فتنة عظيمة وشوف الثبات العظيم الذي اعتصم به يوسف بربه سبحانه وتعالى قال فدل ذلك على أن الغرض عندهن كان الوصول إلى التمتع بالصورة أنهم عايزين يشوفوه وتحصل حاجة الجسد الدنيئة المنحطة ولو في الحرام والعياذ بالله يعني هم لما قالوا إننا نراها في ضلال مبين هم مش أصدهم كده هم أصدهم بس أن هي تسخن وتوره لهم عشان هم كمان ينالوا ما أرادت هي نفسها من يوسف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نقفون عند هذا الحد ونستكمل المرة القادمة مع ماذا فعلت امرأة العزيز لما سمعت بمكرهن أسأل الله تبارك تعالى أن يحفظنا ويحفظ المسلمين من كيل الشيطان ومكره اللهم أمين وصلى لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر